مصر رفضت بصورة قاطعة ونهائية كل المحاولات الإسرائيلية والمحاولات الدولية في بداية هذه الجولة الأخيرة أو هذه الجولة الحالية من الصراع العربي الفلسطيني لأي شكل من أشكال الضغوط، أي شكل من أشكال المغاريات الاقتصادية، أي شكل من أشكال تقديم حزم مالية علشان نتنازل ونقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو نقبل بتهجير قصري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخل أراضيهم يعني طب اطلعوا من غزة وهنا وديكوا حتة تانية، لا، مصر قالت لا طب اطلعوا من فلسطين وروحوا على، لا، طب اطلعوا من فلسطين وطلعوا أوروبا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وأمريكا، لا مصر اتعرض عليها إعفاءات وتسهيلات مادية وحزم مالية ومغريات اقتصادية والأرض مقابل مليارات، لا ده مقابل المئات من المليارات بقى لأة وما خينتش لأة عادية بس أو حتى قاطعة مصر رفضت مجرد الطرح في أي منأشة فلا تذكر هذه الجمل أمام الإدارة المصرية أو الدبلوماسية المصرية بأي شكل من الأشكال مصر لا تتاجر بالعروبة ولا تتاجر بالعرب وقطعا لا تتاجر بالأشقاء الفلسطينية مصر لا تتاجر بأي قضية، مصر هي الوسيط النزيه الوحيد في هذه القضية وفي غيرها من القضايا شوف أنا بقول لك إيه؟ وده بالمناسبة لا يخل لا بتأديري ولا باحترامي ولا بمحبتي لأي وسيط آخر حلو؟ لكن النزيه بنسبة 100% بلد واحد بس اسمه جمهورية مصر العربية والتي لا تتعرض للابتزاز أو بالأدق لا تمتثل للابتزازا خالص أنا عايز أفكرك بجملة لطيفة قالتها كريستالينا جورجياذا قالت إيه؟ إنه مصر صامدة، صامدة في ظل كل تلك المواقف الصعبة أنت عارف يعني إيه مصر صامدة في ظل كل تلك المواقف الصعبة؟ مصر مش بس صامدة في ظل الموقف الحالي اللي في فلسطين ولا الموقف الحالي بس في السودان ولا الموقف الحالي بس في ليبيا من الآخر يا سادة يا كرام مصر بيمرس عليها كل أنواع الضغوط الممكنة يعني اما الضغط بالاغراء والترغيب او الضغط بانه يحاول قدر الامكان انه يحصرك اقتصاديا ويضعك من ازمة يدخلك في او تخرج انت من ازمة يروح مدخلك في ازمة تانية فمصر تقف صامدة اخيرا دكتور دياء رشوان يناشد كل الاشقاء الفلسطينيين بيقولهم في حال تعرضكم لاي ابتزاز او اي ضغط او اي محاولة لتحصيل اي اموال منكم خارج النطاق الرسمي في معبر رفح ومن اي احد هو بالقطع متربح بهذه القضية ارجوكم تختروا فوريا الجهات الامنية المصرية المتواجدة في هذا المعبر على مدار ال 24 ساعة والجهات هتاخد اجراءاتها القانونية الحاسمة والفورية تجاه اي وقع بهذا الشكل وتجاه اي قائم عليها مهما كان